السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تشوفوا قناتي انا نادية محمود ودي قناتي وصفات اونلاين وهي مهتمة بالاكل السحي وكل اللي حابين ان هم يحققوا حلمهم في ارشاقة فالنهاردة معانا غدا سريع جدا ومحسوب السعرات الحرارية هنعملوا في 10 دقايق 15 دقيقة بالكتير هيكون عندنا الغدا هنعملوا في الطاصة وهيكون غدا مشبع وطعمه ما شاء الله عليه روعة هتاكلوا وتشبعوا وكمان تخصوا يلا بينا بسرعة نشوف الطريقة والمقادير اول حاجة وبسرعة كده علشان الوقت هنزل معاكم في الطاصة على طول بنص معلقة كبيرة من الزيت هتلاقوا كل المقادير وكمان ميزانها وسعراتها الحرارية موجودة في اخر الفيديو انا عندي هنا نص معلقة كبيرة من الزيت حطتها في طاصة غير لصقة للطعام ولازم تكون طاصة او حلة غير لصقة للطعام علشان الاكل يستوي كويس وكمية الزيت القليلة اللي احنا هنستخدمها دي الاكل ما يتحرقش مننا ويكون طعمه جميل فانا عندي صدر من الدجاج مخلي مخلي يعني ايه؟ يعني ما فيهوش اي عظم زي ما انتو شايفينه كده انا مقطعاش رايح طولية عشان تكون باينة في الوصفة عايزة تقطعي قطعة صغيرة زي ما تحبي انا نزلت بيه زي ما انتو شايفين بس في الطاصة وهي سخنة علشان ياخد الصدمة وما ينزلش ميته بعد كده رشا من الفلفل والكمون وكمان الارفة وبعد كده عندي بصلة متوسطة الحجم الناس اللي عايزين بالميزان هيلاقوا المكونات موزونة مع الصعرات الحرية في اخر الفيديو البصلة متقطع مكعبات صغيرة زي ما انتو شايفينها كده هنقلبها حوالي ديئة ديئتين مع الفراخ وبعد كده ننزل كمان بجزرة متوسطة الحجم متقطع مكعبات تقلبتين تلاتة وهننزل كمان بحوالي واحد ونص من الفلفل نص اصفر ونص احمر ونص فلفل رومي اقدر اي نوع عندكم ينفع لو فلفل رومي بس هيكون جميل وهيدي طعم جميل هنزود بقى التوابل اللي عندنا رشا من الجنزبيل وكمان رشا من التم والبصل البودر هيكون طعمها جميل جدا مع الوصفة دي ورشا من البابركة واي نوع من انواع التوابل عايزين تضيفوه تاني ممكن تضيفوه خلي بالكم ان احنا لسه عندنا الملح ما اضيفناهوش ممكن تضيفوه في المرحلة دي او في المرحلة الاخيرة فازبطوا الملح بس علشان الملح ما يخزنش موية في جسمكم كده دلوقتي الخضار اللي عندي بيتشوح تقريبا بقاله تلات دقايق على النار وخلي بالك علشان ما يتحرقش منك ايدك فيه على طول بعد كده انا عندي ارنبيت او زهرة الكمية دي حوالي 200 جرام يعني اقل من ربع كيلو شوية الارنبيت او الزهرة ده مسلوق وعندي موجود في الفريزر يعني انتو اكيد كلكم عارفين بتسلقوا الارنبيت ازاي في ميا وعليها ملح ومعلقة من الكمون وسلقوه نص سلقة وخزنوه في الفريزر هتلاقوه معاكو بالشكل ده وعندي كمان صلصة الصلصة دي بيتي وعملتها معاكو قبل كده على القناة هسيبلكو الرابط في اعلى الفيديو اللي ما شافهاش قبل كده بصراحة بتسهل عليك الدنيا وناس كتير جربتها هيخد منها حوالي معلقة كبيرة المعلقة الكبيرة دي علشان تديني صوص شوية وتخلي طعم الخضار جميل لو ما عندي كيش صلصة هتستخدمي طماطمتين متوسطين الحجم اضربيهم في الخلاط وزودي ووقتها مش هتحتاجي مياه انا هنا زودت نص كباية من المياه ابقى ده فيها على الطماطم لو انتي هتعمليها بطماطم طازة بعد كده هضغطي على الخضار يعني حوالي 6-7 دقايق مع كمية المياه القليلة اللي انتي حطاها دي علشان يكمل سوا الخضار كان كله متشوح وكمان الارنبيت كان نص سوا انا عندي كمان بروكلي لو حبت ضيفي بروكلي ضيفي ما عندي كيش ممكن تستغني عنه البروكلي فويده هيلة جدا وصعراته الحرارية قليلة البروكلي ده انا مخزناه معاكو قبل كده على القناة وهسيب لكم الرابط في اعلى الفيديو لليل حابب يخزن البروكلي ويكون موجود معاه البروكلي زيه زي الارنبيت فبيكون مسلوق ده على فكرة كان معمول على البخار فانا علشان كنت خايفة عليه وعايزة البروكلي يكون باللون الاخضر بتاعه فسبته الاخر مرحلة يعني ديئتين تلاتة بس مش اكتر من كده فانا ضفته مع بقية الخضار وهغطي كمان ديئتين تلاتة لما كل المكونات بقى تاخد نفس الطعم وبكده يبقى ما فاتش اكتر من 10-12 دقيقة كان عندنا الغدى جاهز خلاص كده الغدى جاهز وفي نفس الطاصة ما شاء الله كمية من الخضار هيلة جدا هتشبعكو مع الفراخ هيكون طعمها جميل جدا وان شاء الله تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي عملت معاكو ايه فممكن تضيفوا بقى سنة من البقدونس على الوش سنة من الكزبرة مش عايزين تضيفوا ما تضيفوش لكن في النهاية هي وصفة لذيذة ومشبعة جدا وما خدتش وقت زي ما شفتوا معايا فدي كانت وصفتنا النهاردة اللي عملتها معاكو وصفة غدا مشبعة اليوم اللي هتتغدوا فيه الغدا ده ما تاخدوش معاه رز ولا سلطة لان ما شاء الله كمية الخضار كبيرة ومش هتحتاجوا ان انتوا تاخدوا سلطة كمان لانها هيعملكوا طبقة كبيرة جدا هتاكلوا وتشبعوا حتى مش محتاجين معاه رز وزي ما انتوا شايفين الغدا بتاعنا النهاردة السعرات الحرارية بتاعتوا اجماليها 483 سعر حراري وكل المكونات زي ما انتوا شايفينها كده بالميزان وسعراتها الحرارية لو خدتوا بالكو هتلاقوا معظم الخضروات دي السعرات اللي فيها قليلة جدا فتعودوا تعرفوا ايه السعرات القليلة ايه اللي في الخضار وفي انواعه علشان تستخدموا الانواع اللي سعراتها قليلة علشان تاكلوا كمية اكبر وكمان تخصوا وحرقكوا يتنشط فدي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة غدا مشبع محسوب السعرات الحرارية وهتعملوا في الطاصة في 10-12 دقيقة وهيشبعكوا وكمان تخصوا فلو كانت اول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشارفوني بالاشتراك وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة وياريت لايك وشير للفيديو علشان غيركم يستفيد وما تنسونيش كانت معكم نادية محمود من وصفات اونلاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته